بعد انقطاع دام ثمانية أعوام المهرجان الدولي للسياحة الصحراوية اختار ولاية غردايا ليعلن عودته من عاصمة وادي ميزاب بوابة الجنوب وحاضنة القصور المصنفة ضمن التراث العالمي لليونيسكو لا يفضني أن أتوجه بعبارات الشكر والعرفان لساكنة غردايا وأهاليها الميامين على حفاوة الاستقبال الذين أبوا إلا أن يكونوا فعلا أساسا في إنجاح هذه التظاهر الدولية وعلى بارك الله أعلن رسميا عن الافتتاح الطبع الخامسة للمهرجان الدولي للسياحة الصحراوية إن السياحة الصحراوية في بلادنا رغم قدمها تتطلب عناية خاصة واستغلالا جيدا من حيث ترقية ومرافقة القائمين عليها لما يمكنهم من الوصول بها إلى المستوى المنشعود بالزرعة بغخصاته الكولتورية وبالبارودي والبنادق استقبلت غردايا طبعة الخامسة من المهرجان الدولي للسياحة الصحراوية بحضور خفير للجمائر وضيوف الجزائر روعة الفانتازيا خطفت الأنظار تنسج الأيدي والأرجل رقصاتها على إيقاع طلقات البارود الصباح بعد الدخلة لازم يتفرق البارود الصباح بكري على الصبح بعد صالة الصبح يتفرق البارود يومياً عندنا البارود لازم يسمى إلى مداروش البارود في العرس فعليتها كل طعام بلا ملح إرث مظابي عتيق حافظت عليه الأجيال تزين بلوحة فنية لونت برمال الصحراء امتطى فيها الفرسان الجمال والخيول الأصيلة بحظات تجلى فيها الزخم الثقافي الذي جعل الأجانب يعشقون تغرديد ينتابك الحماس وأنت تسمع كل هذه الأصوات والموسيقى وتشاهد كل هذه المنتوجات الحرفية والتقليدية من الرائع الحفاظ على هذا الإرث الثقافي وإظهاره للعالم وشهد المهرجان الدولي للسياحة الصحراوية مشاركة ستين متعاملا وعارضا من داخل وخارج البلاد حيث يأتي ضمن مخطط شامل للحكومة وضعت وزارة السياحة تتموقع فيه السياحة الصحراوية كركيزة أساسية للاقتصاد الوطني كاريم قندولي قناة الغد الجزائر ترجمة نانسي قنقر